طاقةك لهذه القراءة هي طاقة الساحر فأنت في هذه الفترة في وقت نجاحات وانتصارات وأنت تشعر بأنك تحقق ماذا تريد وتحقق ماذا ترغب وأنت في وقت قلت نجاحات وأنت مسيطر على هذه العلاقة وأنت مسيطر على علاقتك وأنت في حالة حب وسيطرة وفي وضع مادي جيد وتقريبا تشعر بأن كل أمانيك التي ترغب بها تتحقق هذا الشخص يمد لك كأس الحب تشعر بأن هذا الشخص يحبك جدا ويريدك وهو بالنسبة لك مثل كأس مثل ماء الحياة هو يشعر بأنك أو أنت تشعر بأنه هو لك ماء الحياة أو تراه هو مهم جدا بالنسبة لك إن هذا الشخص منهار تماما لا أعلم لماذا لكنه هو متعرض لأزمة قد أفقدته صوابه أفقدته صوابه وانحرف عن الطريق الصحيح فهو معرض لمسيبة لأزمة كبيرة في حياته هزته هزة كبيرة وهو الآن في صدد الدفاع عن نفسه العراق الخصام النزاع الكلام القاسي هو يحاول أن يظهر نفسه هو على حق ويدافع عن نفسه من المنافسين الذين حوله هو يشعر بالمنافسة وبالتحدي هو يشعر بالخوف أو بالإضطراب النفسي بهذه الفترة وهو يبدو أنه منقطع عنك بالكلام لهذه الفترة أو أنه في خصام وفي نزاع بينك وبينه وهناك كلام بينكما قد قاله لك هو يظهر بأنه قد غضب منك لعمل ما قمت به وهو الآن جدا غضبان منك وحزين ومتباعد وهو يشعر بأن كل شيء بينكما قد تحطم أنت تشعر بأنه يحبك ولكن هو جدا غاضب منك لعمل ما احتمال بأنك قد قمت لأن هناك عفوا أصدقائي أنا سأقول سأشرح ما يظهر لي احتمال بأن هناك مفسرين آخر يفسرون هذه البطاقات بطريقة أخرى لكن سأفسر ماذا أرى أنت أيها الشخص برج الحوت أنت تحب هذا الشخص حطا كبيرا وأنت من المرجح احتمال أنا أقول احتمال ليس هذا الأمر لا ينطبق على جميع موالي برج الحوت عفوا منكم خذوا ما يناسبكم من هذه القراءة احتمال أول قلت بأنك تعيش حياتك تعيش في فرح تعيش في سعادة تعيش في استقرار تعيش في اندصار هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني بأنك على خصام هذا الحبيب وفي وأنت على خصام هذا الحبيب لأنك قد قمت بعمل ما قد أغضبه احتمال بأنك قمت بعمل السحر أو لجلبه إليك ليحبك حبا كبيرا لا أعلم ماذا لكن طاقة البرج المنهار وطاقة السحر وبينهما الكأس هي تعني طاقتك لهذه القراءة هي طاقة شجار وخصام ونزاع وخلافات مع أشخاص آخرين ربما أنت تتنافس مع أشخاص آخرين على هذا الشخص ربما أنت تحب هذا الشخص حبا كبيرا وترى بأنه هو شخصية ملفتة للنظر وهناك معجبين كثيرين حوله وأنت تحاول بشدة الوسائل أن تجذب هذا الشخص إليك بطرق سليمة أو غير سليمة لا يهم أنت تحب هذا الشخص وأنت تريد أن تأخذه لك فقط وأنت في حالة غضب وشجار أو أنك في صراع نفسي كبير مع نفسك أو محاسب للذات لأخطاء قد قمت بها السابقة طاقة الحبيب هو يشعر بحب كبير لك هو لا يظهر لك مشاعره هو يحبك احتمال بأنه يحبك أكثر مما تحبه أنت لكنه هو إنسان عقلاني يقدر أن يحافظ على مشاعره يقدر أن يحافظ على توازنه هناك عنده حب عقلاني متوازن بين القلب والعقر وبالمناسبة هذه الأبراج هي برج العقرب برج القوس برج الأبراز الترابية وبرج الدلو وبرج الدلو فقط إذن هذا الحبيب يحبك بشكل عقلاني يحبك من قلبه وعقله لكن هو إنسان جدي ومنطقي ولا يحاول أن يظهر مشاعره لك يظهر أنك إنسان أنت بطبعك إنسان عصبي وتحاول أن تعبر عن مشاعرك بشكل كبير لهذا الشخص وأنت تحبه أيضا أن يعبر لك عن مشاعره أيضا ولكن هو رجل عقلاني إنسان عقلاني لا يعبر عن مشاعره بكلام أو ما شابه يعبر عن مشاعره لك بأفعال ولكنك أنت تحبه أن يعبر عن مشاعره بالكلام وهناك اختلاف بينكما لعلكما أصبح بينكما مشاكل وخلفات بسبب هذا الأمر فأنت تغار غير شديد على هذا الشخص وهو يحبك ولا يظهر في هذه القراءة بأنه ينوي بك السوء أو يحب شخص آخر لأنه هو يحبك لكن يجب أن يكون واثق بنفسك أكثر وواثق بهذا الشخص عواطفك أو مشاعرك باتجاه هذا الحبيب أنت تحاول أن تقدم له كأس الحب أنت تحبه أيضا جدا وأنت تسعى وتراه أنه يحبك أيضا أنت تعلم بأنه يحبك لكنك أنت تسعى لأن وتحاول جهدا لكي يكون معك في زواج وفي استقرار أنت تريد هذا الشخص فقط لك وتريده بسرعة وتريده بشكل جدي مشاعر الحبيب هو يشعر بأنك دائما تدينه دائما تلومه دائما تحاسبه على الكبيرة والصغيرة لا يريد هذا الشخص منك لا يريد هذا الشيء هذه تعمل أو قد عملت بينكم مشاكل هو هذا الشخص يشعر بأنك أطلقت عليه حكم مسبق دون أن تتحقق من الأمر ربما حصلت بينكم مشاكل بسبب أنك قد أطلقت عليه حكم هو ليس بسطته هو ليس له ذن فيه هذا وأنت الآن تحاكمه وتحاسبه وهو يشعر بهذا وهو مويا أن ينقطع عنك بالكلام في هذه الفترة هو جدا مزعوج هو جدا جدا يحبك وعنده مشاعر فياضة باتجاهك كبيرة كبيرة أكثر مما أنت تحبه أنت تحبه بجنون هو يحبك بشكل عقلاني هذا الشخص لكنه جدا مزعوج منك مزعوج لدرجة أنه قد انقطع معك بالكلام وهو لا ينوي في هذه الفترة على أن يكلمك أبدا هو أخذ قرار بالابتعاد وقطع هذه العلاقة معك في هذه الفترة طبعا هذا الشخص قلبه طيب وإنسان صادق بمشاعره وهذه الطاقة عند هؤلاء الناس لا تستمر لوقت كبير ولكنك أنت لا يجب أن تعود لما كنت عليه في السابق أنت يجب أن تتعلم من أخطائك السابقة فأنت تصرفت تصرف قد هز هذا الشخص من الداخل وقد وصل إلى الرفض وقطع العلاقة ورفض أي شيء أو ربما قد عمل لك بلوك نوايا أخطاته القادمة هو يريد الاستشفاء والابتعاد في هذه الفترة ربما يشعر هو بالمرض من هذه المشاكل ربما يحس بالضعف والمرض ويريد الاستشفاء والعودة إلى الهدوء والسلام الذي كان فيه السابق الخطوة القادمة لهذه القراءة البداية الجديدة البداية الجديدة تعني لنا أمرين بداية باتجاهين مختلفين إما أن يأخذ قرار هذا الشخص بالابتعاد عنك بالابتعاد والاستشفاء والتقدم لبداية جديدة مع شخص آخر غيرك تماما؟ أو أن يتقدم في خطوة جديدة وبداية جديدة معك يقوم بها من جديد معك يعطيك فرصة جديدة في المستقبل ولكن ماذا يجب عليك؟ هذه النتيجة متوقفة على هذه النصيحة النتيجة أو النصيحة لهذه القراءة تقول لك اعمل على تصليح الأمور التي حصلت بينكم أو الاختيافات أو المشاكل التي سبقتها بغيرتك بأنت ربما تشك به بأنه في علاقة ثلاثية مع شخص آخر اخرج من نفسك من عقلك هذه الأوهان وتعامل معه بشكل منطقي كلمه بشكل منطقي لكي تكون هذه البداية بصالحك وليست بصالح شخص آخر أنت يجب أن تكون منطقي وتتكلم بشكل عقلاني ولا توقف الغيرة والشك الذي بداخلك ركز على عملك أكثر واهتم بنفسك في هذه الفترة أكثر وحاول تصليح العلاقة بينكم وإظهار إذا لم يكن قد عمل لك بلوك إذا كان فاتح التواصل أعد العلاقة حاول أن تعيد العلاقة كما كانت في السابق وأظهر له مشاعرك بأنك لم تقصد وبأنك ندمان على هذا الأمر إذا كان هناك إساءة منك احتمال بأن هذه القراءة تكون كلها قراءة عكسية أنت الذي عملت بهذا الشخص والذي عمل بك هذا وأنت ممكن أن تعكس هذه القراءة ولكن هذه التقاط تظهر لي هكذا وأنا أقرأها هكذا وأنتم كل واحد يأخذ منها أشياء المناسب لحياتي إذن أنت عليك أن تعمل على تطوير هذه العلاقة وعلى إزالة الأوهان العالقة في رأسك فأنت تشعر بأن هناك طرف ثالث في هذه العلاقة النتيجة متوقفة على نصيحتك أن تستعمل هذه النصيحة أو النصيحة تقول أن تأخذ إذا كان قد عمل لك بلوك في هذه الفترة أنت من الأفضل أن تنتبه لعمالك وتركز بعمالك وتبتعد قليلا عن هذا الشخص ربما يعود لوحده أو الطاقة تتجدد بعد فترة ربما يريد أخذ قصة من الراحة والاستشفاء كما قلت الإبتعاد يحس بأنه متعب وهو يريد أن يشعر بحريته قليلا احتمال بأنه هو شخص جدا عقلاني كما قلت عقلاني وعاطفي ولكن يريد أن يشعر بحريته قليلا ويشعر بأنه منطلق بالحياة من جديد ويريد أن يشعر بهذه الحرية وبهذه البطاقته المتجددة من جديد لنأخذ نصائح لعلها تفيدنا وتربط لنا الكلام الذي نريده ترجمة نانسي قنقر